تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من النقاش كروي اللي بتجيكم مني أنا محمد عواد كل يوم خميس عبر قناة سيلفي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكارك محتوى عشان هيك دائما بقلكم تشاركوا فيها نقاشنا اليوم سؤاله بسيط وبدي جوابه منكم بالتعليقات إنه الصحافة الإسبانية المدردية والكتالونية كويسة لما بفريقها يكون عم بفوز بس لما فريقها يكون في أزمة بتكون صحافة سيئة جدا وضده مش معها إما لما تكون في أزمة نتائج بتبلش تسرب أخبار وتخترع أخبار بعض الأحيان وأيضا من الأزمات لما يحاول النادي يبيع لاعب معين نذكر تصريح عبارة كتتش في الماضي إنه يا أخي عاملوني كإني شوال بطاطا كل يوم عم بسمع خبر عم بحطوني مع هذا النادي ومع هذا النادي وبدلوني مع هذا اللاعب وفوق هذا اللاعب وكأني أنا قطعة بحركوها زي ما بدهم وهذا الشي كان مسيء الآن عم بحدث نفس الشي مع جريزمان نفس كل يوم الصبح بصحة الصبح أشوف اليوم مع مين برشلوني بدي يبدل لي جريزمان مرة مع ديبالة مرة مع أبصر مين من الستي مرة مع أبصر مين من تشيلسي كل يوم خبر طالع جريزمان بتبدل جناعة كل يوم يبدلوه مع لعب وأنا أشك إنه تسعين مين من هاي الأخبار غير صحيحة بس أنا كجريزمان لما أقرأ كل هذا اليوم يوميا وبلش أكيد طبعا أهله واصحابه وبعترو على الواتساب عن جد صح؟ شوال كلام؟ بالأخير ممكن يستفز يقول أقول لكم مش طالع ضايل ومليش علاقة لابساق في راتبكم ولا إلي علاقة معكم فلوس أنا معكم مش فلوس حلوا مشاكلكم لحالكم أو عملوني باحترام هذا بكل بساطة هذا اللي صار مع راكتتش لما بطل يطلع خلص ما بديش بدي أضال الغصب وأطلع بطريقتي وبطلع بطريقته نفس الشي عم بصير حتى في مدريد أرقام توضح إنه هذا اللاعب ملهوش معنا بتطلع الأرقام ولعبين اللي بحبوهم ما بيطلعش عنهم شي بس اللاعبين اللي بدهم يدفعوهم لبرة بيعملوهم بشكل فعلا بيخليهم يركب راسهم ياقي ما بدي أطلع خلص مدام هيك أنا ما بدي أطلع بدي أضل زي كريث بيل بدي أضل ادفعوا لي راتبي وبدي ألعب غولف وما يلي علاقة لأما إنه هذه الصحافة ما عم بتعرف تحل أزمات ما عم بتعرف تكون صحافة إيجابية في الأزمة تعرف تكون صحافة إيجابية لما فريقها يفوز بتبلش طلع لنك أرقام ما أنزل لها بيعمل سلطان الفريق الوحيد اللي تسجل خمسة أهداف في دقيقة 63 وإنجاز تاريخي بيعملوا أي شي لما يكون فريقهم بفوز بس لما فريقهم بيخسر أو فريقهم بيكون بمشكلة مثل هاي إنه حاول يتخلص من اللاعبين فهي صحافة أسلوبها بتحول لعدو وسلاح مضاد لأنديتها بدون ما تشعر وعلاقة عادة عدو عالم خير من صديق جاهل في بعض المواقف وعشان هيك بدي أسمع رأيكم هل بتشوف هذه الصحافة فعلا بنحيازها المفرد لأنه ما فيش في العالم للعلم بالدوريات الكبرى صحافة معلنة تماما انتمائها لأندية بهذا الشكل إلا صحافة إسبانيا يعني الإنجليزية الصحف ما فيش هذا الإعلان هل بتشوفوا هذه الصحف اللي هي بتكون داعمة بنشر الأخبار بي 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 بلحظة من اللحظات بتحول لعدو وسلاح ضد فريقها ولا لا بحب أسمع رأيكم من تجربتكم اللي عشناها لنا سنين مع هذه الصحف واندية ريال مدريد وبرشلونا